توجى نادي شباب أطلس خنيف رائنات بلقب كاس العرش للكرة الحديدية بعد الانتصار على النادي المكنسي بـ 13 نقطة مقابل 2 فيما تمكن نادي استاد المغربي من التتويج باللقب في فئة الذكور على حساب النادي المكنسي بمجموع 13 نقطة مقابل 7 الحمد لله بعد يومين المنافسة لكانت قاسحة مع فراقي المغرب تقريبا المغرب كامل والحمد لله تشتويج بهذا الكأس الغالية هو من أحسن الحواج اللي قدروا يقعوك في المعصار ديك في كرة حديدية وهذا شي جهود دي الموسم كامل وجهود دي المكتب موسيق دي النادي والحمد لله فهذا الكأس أي رياضية طمح أن يفوز به فتنهدي هذا الكأس العصبة ديالي والجمعية والفتيات ديالي وتنشكر الناس اللي سندونا من العصبة سلك التانيس الحياني الحضور ديالهم هنا ومنساوش العصبة المنظمة اللي قامت بأحسن تنظيم أبطال الكرة الحديدية الوطنية التقوا هنا في مدينة أسفي في منافسة دامت ليومين حيث أجريت مرحلة الإقصائيات يوم السبت ليكون اليوم الأخير الأحد محطة للتركيز وندية أكثر بين الفرق المشاركة في أتي الذكور والعنات الحمد لله نحن جد من صروري لأنه لأول مرة كنت نضمت تظاهر داخل قاعة تظاهر وهي وطنية وهي غالية على جميع المغابة وهي كأس العرش كانت من أن شاء الله أنه من طلاقة تكون هنا من مدينة أسفي ومستقبل أن جميع تظاهرات الفيدرالية الوطنية لبطولة المغرب أنها تمضخ القاعة أعطت واحد الرونق جميل يعني حتى الصورة واحد الصورة ولا المنتوج ديانا يعني غيم كله يتروج يعني دب على أعلى مستوى هذه كانت المراحل النهائي دلك أس العرش لأننا سبقاتها إقصائية على مستوى باقي العصب جميع العصب المكونة للجامعة واللي فرجتنا طبعاً فرق في المستوى اللي تبارت على مدى يومين سبت الأحد واللي فرجتنا نهائي في المستوى أبطال في المستوى اللي دائماً كانوا كيمتلوا المشهد الرياضي الحديدي المغربي على الصعيد الدولي يعني أحسن تمثيل كيف كعرفت جميع أن المغرب راه رائد فهذا الرياضة مترافة شامبيون دي موند وتسعاد المرات في ناليست وشهد المرات بطل إفريقية هذه ألقاب اللي كتبين على أن الرياضة دي الكورة الحديدي المغرب الرياضة تسير على الترقيق الصحيح أسدل الستار إذن عن محطة كأس العرش للكورة الحديدية المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة إنجاز المتواجين يعد ثمرة عمل جاد ومستمر رفقة أنديتهم ليكون الطموح مواصلة العمل على نفس النهج والفوز بألقاب أخرى